طبعا الخير اليوم سنكمل الكلام عن فريد الأطرش من زاوية أخرى وهي جمهور فريد والإعلام طبعا ما نتكلم عن الإعلام العربي مشكلة الإعلام العربي مع فريد مشكلة مع كل شيء اللي هو تضخيم أضأل الأشياء أشياء ضئيلة جدا وتضخم تعظيم أحقر الأشياء وما يستحق أن يكرم أو يعظم يعني ينسى ولا يهتم به طبعا أنا حتى مرة اتكلمت في موضوع عن أن ممكن المزيع تعد والدكتر يعني ضيف وتقول له دكتور دكتور هو ما معهوش حتى السنوية العامة يعني تعد تقول له يا دكتور يا دكتور هي مش فهمة الضيف بتاعها دون شغلته إيه ولا مؤهلاته إيه وجايبينه أي حد كده ما عدي قدام ابنى التلفزيون بيجبوه يملى فراغ يعني لأنه إعلام بتاع فراغ عاوز يملى 24 ساعة بالذات لما بقى 24 ساعة وقنوات كتيرة وتلاقي نفس الضيف العبيد ده وانطلع من حتة لحتة وبقول نفس الكلام ويمكن بغير الكرباط إنما البادلة هي هي والشكل هو هو كله كله كلام هو هو وبتعاد والأسئلة طبعا والإعلام دائما موجه يعني إحنا الإعلام بتاعنا دائما موجه إما من الحاكم أو من من يريدون إرضاء الحاكم يعني دي كانت مشكلة مع فريد إن من كان يريد إرضاء عبد الناصر كانوا يظنون أن عبد الناصر منحاز لعبد الحليم فبالتالي كانوا يهمشون فريد الأطر على الرغم من إن عبد الناصر كان يحب فريد أكثر أنا مرة أكلم في الموضوع ده أنا أجيله يعني عبد الناصر كشاب وكده هو والسادات كانوا طلعوا على أغاني فريد فريد فعبد الحليم بالنسبة لهم ده حاجة كده يعني جديدة ومش هو ده بيستهوه يعني فدي كانت مشكلة بالذات إن كان في الموقعات كل الصحفة وراديو وحتى لما التلفزيون اتعمل في الستينات وكده كانوا كلهم الزباط اللي كانوا أحرار بيعملوا عايزين اللي يعملوه يعني هما كانوا فعلا أحرار في الموضوع ده يعني فهما يريدون إرضاء الحاكم ودي بتبقى مشكلة خطيرة لأن هما مش عارفين الحاكم بيعمل إيه يعني هما ممكن يعملوا مصيبة يعني وتضر بالحاكم ويكون الحاكم هو يعني يعني مش ده اللي هو عاوزه يعني حاجة يعني ضد إرادة الحاكم هما فاكرين هما كده بيردون لأن كله عاوز يريدي عشان يأخذ حتة من التورطة يعني يأخذ موفاكر كده كل ما ردي كل ما التورطة بتزيد فنحن كجمهور فريد أنا يمكن اللي أطلق على جمهور فريد أنه جمهور فريد بمعنى أنه ينتسب لفريد لأنه هو جمهور اللي بيحب فريد وأيضا فريد بمعنى أنه ما فيه زيه يعني هو الفرادة فجمهور فريد بيمتاز بأنه هو بينحاز لفريد بشكل قوي لأنه نحن كجمهور فريد جمهور حب فريد ليس فقط كمطرب لما لما عرف شخصيته من ما حكي وما كتب عنه من الناس اللي كانوا منصفين لي كانت شخصية عظيمة يعني هو دائما الشخصية العامة لما بتبتدي تعرف جوانبها الشخصية إما تحبها أوي أكتر لما بيبقى ليها مواقف عظيمة أو تكرهها أوي أو تقول خلاص يعني أنا اللي بيكتبه أو العمل يعني كانت فنية أدبية سياسية أيا كان ما فيش جارة ثلاثة دول فهيتحبه أوي أو تكرهه أوي إما تنسى حياته الشخصية يعني أنا خليني مركز على الأعمال اللي كتبه إذا كان شعر أدب موسيقى إن كان روايات إن كانت مقالات صحفية أي إن كان أو كشخصية سياسية أو يعني علمية يعني أنا مثلا واحد من الناس طاع حسين مثلا حبيت شخصيته لأني كان ليه مواقف يعني ممكن يبقى كان وزير للمعارف والموقف خلاص يستقيل كان عميد وفي ثانية مش راضي على مش عارف مين هياخد وسام أو دكتوراه فخرية أو حاجة في يعني صور على الجامعة والهم لأ دا ما يخوتش وقولوا له لأ هيااخد غزب لأنك فالهم خلاص يعني كان ليه مواقف عظيمة جدا يعني تحببك في الشخصية وتخليك تعرف إن دي شخصية عظيمة نفس الشيء مع العقاد نفس الشيء مع العقاد يعني كان فعلا كان فيه في التاريخ شخصيات كل ما تعرفها تعرف حياتها كل فكان معروف إن فريد كريم جدا طيب جدا محب جدا يعني في كل الأشكال ومن تعامل مع فريد حتى من كانوا يحسبون على عبدالحليم أو عبدالواب حتى أصدقاء عبدالحليم المقربين حتى الدكتور بتاع عبدالحليم مرة حكى أنه أما شاف عبدالحليم شاف فريد في الزيارة جاء يزور عبدالحليم وشاف وقعد ما يحبه جدا وراح وبقى يعرض حالته عليه وبقى يروح وبيزوره يعني بقى صديق حتى أحمد رمزي اللي هو كان من جيل يعتبر جيل عبدالحليم وكان صديق لعبدالحليم فحديث في ساعة صفا قال أنا كنت بحب فريد جدا ميرفت أمين بعد ما مثلت في الوقت اللي مثلت فيه مع فريد برغم أنها تمثلت مع عبدالحليم قبل كده إنما حبت شخصية فريد أكثر لوبنا عبدالعزيز وشوفنا المحاولات بتاعة عبدالحليم لمنعها من التمثيل مع الأستاذ فريد إنما هي تمثكت بفريد وكان كل ما يحاول ابتدت إيلانية طبعا فنانة مثقفة وزكية وفعلا فنانة عندها رؤية حاست إن في حاجة غلط وتمثكت بالتمثيل مع فريد وبعد ما تعاملت مع فريد حبت شخصيته جدا وغير وغير من الناس اللي كانوا منصفين لي وحكوا عن الجوانب الجميلة اللي في شخصيت فريد طبعا فيه على الجانب الآخر أيضا وهذا ما يصير غضبنا منهم أو ما يصير يعني إن إحنا نكون ضده ونحن كجمهور فريد أيضا لنا موقف إن إحنا أطلقنا قنوات وحديث وحاجات عن فريد يعني أنا يمكن القناة هنا يعني مش فقط لفريد إنما بتكلم في مواضيع تانية منها التاريخي منها السياسي منها العمومي يعني حاجات عامة وعند أغاني إنما بتكلم كتير عن فريد طبعا فيه قنوات أخرى مخصصة لفريد وإنصاف فريد وإنصاف فريد إنما ما يصير غضبنا كثيرا هو كان فيه وقت من الأوقات إعلاميين أنا مرة كلمت عنهم إنما ما ذكرتش أسماء المرة دي هذكر الأسماء يعني كان فيه مثلا أولا نبدأ بسامير ثابري سامير ثابري كان فيه وقت من الأوقات كان هو يعني عايش على أغاني فريد وبالذات عندما أخذ سامير جمال ترقص معه في الثمانينات منتصف الثمانينات وعمل فرقة أيضا جاب شوية بنات أجانب وبقوا يرقصوا معه كان أغاني فريد وبعض من أغاني محمد فوزي يعني هو ده اللي كان يقدمه يعني حتى عمره يقدم حاجة لعبد الحليم وسامي جمال معروفة أنها كانت لا تبدع في الرقص إلا على أنغام فريد يعني حتى عندما عملت الفيلم وكان مونير موراد بيجاني اللي هو جيتمونجا ويبطة اللي كانت على وزن أكلك منين يبطة يعني هي يقال أنها مونير موراد إنما هي لحنة فريد لأنها نفس التيمة بتاعت فريد إنما هو عملها فرانكو أراب وأكلك منين يبطة وهي رأست عليها حتى فيه فيلم آخر اللي هو كان مع عبد العزيز المحمود فيه قطعة بترقص فيها على أنها مشغلة استوانا لفريد وبتغني كانت أغنية الفريد فدايما فريد هو اللي كانت بتعتز بموسيقته ترقص أفضل عليه فهو سمير صبري قعد مدة على أغاني فريد فعندما يقول يوما أن كان المفروض فريد يعتزل بعد عبد الحليم وأنه بيقرنه بمحمد فوزي طبعا محمد فوزي لم يعتزل كان أصيب بالمرض بعد إحساسه بالقهر اللي حصل له تأميم الشركة بتاعته الشركة الوطنية العظيمة اللي هو عملها إنما للأسف التأميم كان تأميم غبي جدا وكان ما بفرقش من الوطني ومن المشوطني وكأن شركة محمد فوزي هي اللي هتغني البلد وأيضا زباط الأحرار كانوا أحرار في اللي بيعملوا وكانوا مش فاهمين حاجة وكانوا بيعملوا حاجات كثيرة غلط فمحمد فوزي توفى صغيرا ومحمد فوزي لم يتوقف يعني عن الغناء يعني وفضل يغني حتى في وجود عبد الحليم وفي مقطع بيقول رأيه في أغنية على حزب وداد محمد فوزي يعني بينقض الأسلوب اللي تلحن بيها على حزب وداد وقال إن ده مش مش تجديد للتراث ده تغيير خالف للتراث فمحمد فوزي إذا لم يعتزل فأنه كان يقول وهو اللي شاب يعنيه محبة الجمهور لما جاي قدم الحفلة بتاعت فريد وكانت في أواخر أيام فريد فإذا فريد ظل له جمهور عريض جدا وما زال له هذا الجمهور والجمهور يعني منتشر ويزداد دائما فلما يقول الكلمة زي كده أو يترق على الطريقة اللي بيغني بها فريد كده يعني لا نتقبل هذا وممكن يعني هو رصيده الفني قل عند جمهور واحد من الناس كنت بحب سامير صابريكا شخصية كنت بعتبره من الشخصات المثقفة توجيد لغات يعني شخصية تحترم إنما رصيده قل جدا نأتي الواحد الثاني اللي بيحشر نفسه في كل حاجة ويقول لك أنا كنت مع كنت يعني شاهد على زواج عبد الحليم مع فريد ومش عارف وحتيس المتينة وكده وهو مفيد فاوزي مفيد فاوزي هو مفوشجر بروكة ومناخير وصباعه الكبير ومفيد فاوزي هو صاحب يعني إذا كان يتطول بقى على فريد الأطرش فنقدره لهو صاحب نظرية إن المزيع المفروض يعني يحترم الضيف ويحترم الجمهور وما يكلش الصورة والشاشة بوجهه وإنما بأفاء يعني مفيد فاوزي يعني أمتعنا جدا بأفاء إنه هو سادد الصورة بأفاء فلما يقول مثلا إن فريد كان عنده خدام اسمه حليم وكان يقوله يا أحمر وكان يشتمه يا غبي ومش عبين منذ متى كان يقال هذا عن فريد فريد معروف جدا وحتى بعد وفاته كانوا بيجيبوا اللي كانوا شجالين معاه وشجالين عنده والسواق بتاعه والخدمين بتاعه أكم من مرات والناس كلها اللي كانوا بيتعاملوا معاه حتى الترابية بتاعه لأنه كان يروح يزور أخته وكده كانوا بيحبوه وكان كريم مع الجميع فلما تيجي أنت من أنت لكي تتحدث عن في أين كنت أنت أنت ما كانش ليك أي لزمة في الدنيا لا أنت صحفي ولا أنت أدي يعني أنت تحسبت على الإعلمين غلط وتحسبت على الصحفيين غلط ومحسوب على أي حاجة غلط يعني ولم تكن حتى صديقا لعبد الحليم يعني أنت حاشر نفسك ما عبد الحليم إن عبد الحليم حضر مش عارف جوازت مين ولا أولادت مين وكان منت وانت حضرت فين وانت كنت بتروح تعد العربيات اللي كانت وقفة في شارع الشريف عشان تشوف مين فين يعني كلها تأليف وكلها كلام غلط فغلط فغلط ونحن كجمور فريد لا نقبل هذا لأن نحن نعرف جيدا قيمة فريد الإنسان ليس فقط الفنان بل أيضا الإنسان لأنه بالنسبة لنا نحن قرأنا وهذا ليس فقط إنحياز أو تعصب أعمى لا ده عن دراية وعن قراءة يعني من هو منحاز لفريدة تلاقيه عارف قصة حياة فريد كويس جدا الأغاني اللي عملها لنفسه والغيره كويس جدا الأفلام وقصة كل فيلم وورا كل فيلم اللي حصل قصص قصص العطفية بتاعته هتلاقيه عارف نشأته عارف كل حاجة وعارف مين قال عنه إيه يعني هتلاقي يعني فيه هو محب عن ثقافة واعتزاز بشخصيته العظيمة عن ثقافة ومعرفة مش كده انحياز أعمى عن جهل يعني ده بعد قراءة أو بحثه ومشاهدات لحديث وقراءات لكتب عنه وعن حياته وكده فريد هو شخصية عظيمة جدا ونحن كجمهور فريد بالمعنيين لا نقبل لا من مفيد فوزي ولا من سمير صبري ولا مش عارف من مين ولا من مين التعدي عليه حتى عبد الوهاب برضه في حديث مع ليلى رستم لما قال لها هو بيجني جني حلوى دي فوق غسنك زاتونة يعني تلاقي فيه تهكم من عبد الوهاب عليه فيه تهكم من كده فنحن لا نقبل هذا يعني انت ما تتكلم باحترامك يا سيد الليوة الدكتور المهند يعني انت فريد عندما يتكلم عنك يتكلم عنك باحترام انت ليه ما تحترمش نفسك وللأسف عبد الوهاب أيضا عندما يتحدث في كل أحاديثه هتلاقيه يعني بيتكلم بأسلوب سمك جدا وأسلوب أقل من المحترم بعكس فريد ليه لأن عبد الوهاب أيضا هي نشأته كانت وأيضا عبد الوهاب شعاتي بقى عاوز يعمل نفسه انه هو قريب من الناس ومش عفيعش وأحترم في عبد الحليم في كل حديثه عن فريد كان يتكلم عنه باحترام يعني أنا حاطت الحديث اللي هو مع طريق حبيب كان فعلا باحترام نعم عبد الوهاب كان أكتر من مرة بيكلم بأسلوب مش لطيف ولهذا نحن نعتز بفريد ولا نرضى بمن يتطاول على فريد الأطرش لأن نحن نعرف قيمة فريد الفنية والإنسانية والأخلاقية وكله ونحن فعلا جمهور فريد ومع فريد ونشوفكم على خير إن شاء الله